السلام عليكم وروحوا ورحمة الله وبركاته هذا برنامج كان يا مكان كان يا مكان برجعنا لأيام زمان أيام العجائز أيام اكبار السن أيام أجدادنا أيام ما كان فيه عكازة بس يركوا عليها لأنه كانوا يوقعوا وكانوا ينكسروا وكانت عظامهم ما شاء الله تتشافة هذولا أجدادنا كانوا يوقعوا بالجبال وبالوديان وعن الخيل وكانت صحتهم بخير وعافي وكانوا يمدوا بأعمارهم مو مثلنا اليوم أربعين سنة الله وكيلكم وواحد أربعين خمسين سنة إلا زار له أكمل مستشفى وما خلى ولا دكتور وإيشي بنامه شوالات الأدوية جنبه طيب ليه الزمان ما كانش أدوية ما كان أدوية كانت الأعشاب وكانت الناس تهتم بغذاها وبصحيتها وبصحتها فبالتالي كان الله سبحانه وتعالى حطت البركة بأعمارهم إحنا من إيش بنموت؟ من الأمراض سكته ذبحة صدرية فشل بالكليتين مفاصل اليوم آية ظهري أحملوا كيس ومشوا فيه بالشارع بس كيس خيار ولا بندورة من السوق ونروح للبيت ما بتوصلوا إلى أنتوا خلصين ما تقدروا تشيلوا وين عجايز زمان؟ وين ناس زمان اللي كانت تشيل بالشوالات شوال الطحين وشوال القمح والعدس وتنكت زيت الزيتون وتنكت السمن اللي تاخذه وتمشي فيه وما كان شوارع مثل شوارعكم اليوم ولا كان انترنت ولا كانت هالفضائيات لكن والله كانت الناس يتعمر بأعمارها سبعين سنة إذا تحكي له أنت كبير يزعل يزعل أطفالهم حتى الأطفال خمس وست سنوات ما كانوا يلبسوا نظارات ما كانوا وكانوا يحفظوا أجزاء كثيرة من القرآن الكريم وأطفالهم كانوا يحفظوا الشعر وكبير السن لما ييجي واحد على البلد من بعيد يقول أجا فلان ابن فلان يكون شايفه وعارف مين هو وبيكفي أنه ذاكرتهم ما شاء الله عليها كانوا يأكلوا الجوز كانوا يتناولوا عشبة حصل بانر روز ماري كانوا يتناولوا الزعتر ويفطروا زيت وزعتر كانوا يأكلوا أو يتناولوا الزبيب اللي من أسماء الكشمش فالله سبحانه تعالى كان حاط فيهم الصحة وباعد عنهم الأمراض وأهم شيء كانوا يستخدموا البصل وروح كل بصل وروح ابتصل روح كل بصل وروح إنسا اللي حصل فبالتالي الله سبحانه تعالى كان بعد عنهم الأمراض حتى العدوى حتى الفيروسات حتى كانوا يطهروا أبدانهم بالبصل والثوم اليوم ما تحبوا البصل إذا مرتك طاب خبصل تقول لها أنفك ليش؟ وين أمك وين جدك اللي كنت تشوفه إذا لحقت جدك لسه أنتو اليوم ولاد السبايكي تعرفوا السبايكي يعني اللي يوقفوا الشعر هيك والصبغات شباب صاروا يحطوا كريمات بدوا يبيض بشرتهم ون النسوان النسوان حقها تبيض هيك طبيعة النساء الرجال صاروا يتشبهوا بالشباب والبنات صاروا يتشبهوا بالرجال ظل على الشباب يلبسوا فيزون ولا مو صحيح لو صح لهم ما بوفروا هذا التشبه فيلا نعود لأيام زمان نعود لأكلات أيام زمان للجلسة على الأرض ولا بعد أكلة الأرض وما أحلى جمعتنا جمعة العيلة بس إحنا نجتمع ممكن بس بشهر رمضان على سفرة الإفطار لكن تصوروا زمان الجران كانوا يلتموا على الإفطار والغداء والعشاء والسهرات وكانوا يناموا بكير وكانوا يصحوا بكير وكان الله سبحانه وتعالى ما دفئ أعماره ما كان فشل بالكليثين ما كان آية ظهري وآية عرق النساء آلام الظهري بتنزل لوركي وبتنزل لمشترجلي يعرجهم بالشوارع ما حدا يمشي عدل من الأحذية حتى فيلا نعود ويلا نعود لأيام زمان هذا برنامج كان يا مكان معاكم على الهواء مباشرة وياكم على الهواء مباشرة من خلال أستوديوهات قناة كيف أو كيف بالمملكة الأردنية الهاشمية للي بتابعني لأول مرة أنا محدثكم خبير الأعشاب والتجميل الكاتب والباحث الإعلامي بالأعشاب حسن خليفة ومعنا اتصال السلام عليكم يا خليل المملكة الأردنية الهاشمية السلام عليكم الله يساعدك يا حبيبي الله يعطيك ألف عافية يساعدك يا خليل والله يا دكتور في عند المدان بس عندها أبفر نضرب وبعدها هدفة بعدما أبفر نقرمش عبعض تمام عندكو صلصة بندورة حط عليه صلصة بندورة أو زيت خروع أو صلصة بندورة شوي وبعدين زيت خروع وشكرا لأتصالك وتواصلك معنا بس ما بعرف هو من ضربة ولا من إيش وهاته أم محمد من المملكة العربية السعودية والسلام عليكم وعليكم السلام يا خيتو أقول لك يا دكتور عندي والله ضغط مرتفع وعندي دوار بس أعمل إليه يا الدكتور بس يعني أبغى أشياء من العشاب عيدي سؤالك عندي دغط وعندي دوار ثرافي وعندي دوار تزمي مع الطبيب أيها وعندي إليك بأخذ إليك روحي ما بدي أعطيك الكركدة أنا ينزلك ضغطك الكركدة البارد لكن عشبة اسمها عشبة الزعرور أو أوراق الزعرور أوراق الزعرور شوفوا فوائدها حتى بتعدل الضغط حتى بتخلصنا من الغازات وبتريح القلون والجهاز الهضمي وبتعدل الضغط وأيضا اسمها عصبة القلب لمشاكل القلب وحتى لعضلة القلب وما شاء الله عليها أمينة جدا ما بتتعارض ويا الأدوية بناخد منها ملعقة من هذه الأعشاب على كوب من الماء يصب عليها الماء الساخن تترك عشر دقائق فقط بنشرب المنقوع لنصب فيها الأعشاب لما نحط عليها المي السخن بتنزلها تحت يا جماعة بتصير خاثرة أو مثل الشاي فقط بنشرب المنقوع مرتين باليوم والأفضل أنه نحليها بالعسل بإذن الله سبحانه وتعالى كمان العسل فيه شفاء ومهدي بإذن الله سبحانه وتعالى وهاتوا هديل وحنخش نتكلم عن عشبة يا هديل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام يا هديل يا دكتور يا أنا خبير الأعشاب يا هديل يا دكتور خلت أمي للزرق لعيون خلت لبن بس ما فاتها وين زرق لعيون ولا بره لعيون خارج لعيون زرق ولا سواد يا ستي عجل بره لعيون بره لعيون اسمعيني بنهاية الحلقة حضري ورقة وقلم والمشاهدين راح أعطي أكثر من وصفة لمشاكل الوجه وأيضا لعيون شكرا لاتصالك وتواصلك معنا بإمكانك تاخذي من برش الثلج البرش أو الثلج المطحون تضعي بين شاشتين تضعي كماد وتغمض عيونها عشر دقائق يوميا منتخلص من هذه المشكلة لكن في وصفات طبيعية بإذن الله إن شاء الله راح أعطيكم إياها وتفيدكم مثل البابونج ومثل أوراق النعناع ومثل البطاطا هذه إن شاء الله إنها بتفيد أو البطاطا المسلوقة المهروسة ونضحها كماد والله إنها نعمة وشيء طبيعي أنتوا اعملوا بالبيت أنا بحاول دائما بوصفاتي إني أرجعكم للبيت أرجعكم لعجايز زمن أرجعكم لأيام زمن حتى الكل يستفيد من هذا البرنامج طبعا حلقاتنا كل يوم اثنين تعاد هذه الحلقة غدا الساعة الثانية بعد الظهر أو الساعة الواحدة بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية أيضا يوم الجمعة تعاد هذه الحلقة آخر النهار بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا للي ما بلحق يتواصل معاي بإمكانه أنه يتواصل معاي من خلال صفحتي على الفيسبوك بالعربي خبير الأعشاب حسن خليفة خبير الأعشاب حسن خليفة من خلال الفيسبوك ولو كان يا مكان انسيتوا أجدادكم انسيتوا النسوان زمان اللي شعارها ما شاء الله كان للخصر انتوا ما تجدلوا مثل أيام زمان ضفاير ضفاير شفناهم نساء زمان مو مثل نسواننا اليوم كاريه كله قص وميش وسشوار وصبغات كل يوم بتبدل لون وكل يوم تسحب لون ما بيصير عمرها أربعين سنة يا أخوان إلا شعارها خربان وتالف أصلا أكثر الناس اليوم آخر شبر من شعارهم خربان تالف من السشوار ومن الميش ومن الصبغة ومن الواكس ومن وما أشبه ومن المي فبالتالي نعود لأيام زمان نعود للخير اللي كان عند أجدادنا إيش اللي كانوا يستخدموه من التوابل من البهارات من الأعشام مثل البابونج هذه الأيام مثل الخبازة اللي فيها أسرار جدا 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 عظيمة والله ما أضيع لكم ساعة وأنا أتكلم على فوائد الخبازة لحقوا روحشتوا خبازة بكرة أنا ما عندي مزرعة أبيعكم لكن لها فوائد جدا عظيمة حتى بذورها لكن اليوم أذكر بشيء موجود ويعرفوا كل الناس داخل بيوتهم ترى الأمراض نازلة فينا الصلاطنات يا أخوان نازلة فينا وفي بناتنا وفي أهلينا وفي العزيزين علينا بيروسات الكبد اللي نازلة فينا من الأمور اللي تجربت زمان أيام أجدادنا وفادت هالناس ولا زالت الناس بتستخدمها وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى إنه بيبارك فيها وبيفيد هالناس اللي بيسمعونا وبيسمعوا فوائدها اليوم الكركم هذا الكركم نبات ما شاء الله عليه درنة فوائدها لا تعد ولا تحصى برفع جهاز المناعة ضد أمراض الكبد خصوصا الآن بوصفوه لفيروسات الكبد السي والبي فوائده إله استخدامات شعبية ما شاء الله عليه كالتوابل ونضعه بنلون فيه الرز وبيضعه على طبعا بعض الطبخات مشهورين فيه الهند لا علاج أنا ما أحب كلمة علاج لكن أنا أقولكم على الهند الهنود ما عندهم قرحة معدة لأنهم بيستخدموا الكركم إذن مفيد جدا ضد التهابات المعدة والجهاز الهضمي وحتى القلون وحتى قرحة المعدة النازفة ما شاء الله فوائده جدا عظيمة أيضا البحوث الآن بتحكي أنه الكركم مفيد ضد الأورام الأورام السلطانية إبروستاتا قلون الجهاز الهضمي الكبد يا سلام حتى للمفاصل وحتى للروماتيزم فوائده جدا عظيمة من وصفاتي المشهورة من خلال الفضائيات اللي أنا بقدم برنامج جنة الأعشاب أو واحة الأعشاب أو هذا البرنامج إني دائما بوصف إنه ملعقة صغيرة من مطحون الكركم على كوب من الحليب كل يوم الصبح لمدة ست أسابيع ورحين تشوفوا الفرق خصوصا اللي عندهم احتكاك وهو شاشة بالعظام بيستفيدوا من الحليب وبيستفيدوا من الكركم هذه الدرنة في ناس ما بتعرف الكركم بتفكر الكركم هو العصفر الكركم بختلف عن العصفر لأن العصفر شبيه بالزعفران لكن الكركم هي درنة صفرة حتى من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل الرسول أيضا كانوا يستخدموه لمشاكل البشرة كانوا يخلطوه ويا الفازلين يخلصنا من الكلف وحتى للبهاق فوائده جدا عظيمة وحتى للصدفية وحتى للفطليات الما بين القدمين وهاتي الاتصال وقالوا السلام عليكم ويا ويا نجات السلام عليكم نا السلام عليكم فضل يا نجات نا دكتور أنا عندي نوديل نوديل في الغربة الدراقية تمام كم عمرك؟ عندي 39 سنة بتاخذي أدوية؟ أقض لغوية روكس أوكي وزنك زاد ولا نقص؟ عندي سنتين نقص من 70 كيلو حتى 40 كيلو طيب شكرا لإتصالك وتواصلك معنا طبعا من أسماء العشب اللي أنا دائما بوصفها اسمها الفوقس لحويسلي مشهورة حتى في الجزائر الفوقس لحويسلي عشب بحرية أو كنافة البحر من أسماءها كنافة البحر بناخذ منها ملعقة صغيرة على كوب من الماء أو على علبة لبن تحرك تؤكل طبعا بالملعقة ملعقة صغيرة على علبة لبن اللبن الموجود بالسوبر ماركت أفضل للبلع إذا بناخذها مطحونة هذه مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا للغدة الدراقية بإمكاننا نستخدم الجعدة أوراق الجعدة ملعقة صغيرة يصب عليها الماء لكن بنا نتحملها لأنه مرة وهاتوا الاتصال مرتين باليوم وهاتوا الاتصال وقالوا السلام عليكم ويا أحمد المملكة العربية السعودية وراح أحمد إذن هاتوا الاتصال أبو نور سلام عليكم أبو نور السلام عليكم وعليكم كيف سبير تمام الله سلام أنا كنا أشوفها على قناة البابلية بس بس لا بدكم أن تطلع البابلية يا سيد أنا أطلع القنوات العربية أفيد الناسب إذن الله سبحانه وتعالى ويا أطلع ويا أطلع أو منقوحة لإزالة ما بعد النزع تخفف ظهور الشعر الغير مرغوب فيه على البدن وهاتوا الاتصال وقالوا السلام عليكم سلام عليكم ويا أحمد ويا سعودية دكتور خبرك أنا صبحت أنا معي سؤال أنا أول أنا متزوج عملت تحليل سائل منوي أسباب الزواج من سلتين بلا عند حارات منوية عدد 15 مليون تمام الحديد قبل سنة عملت تحليل منعي العدام في الحارات المنوية صفر حارات منوية لا يوجد حارات منوية طب أسألك سؤال يا أستاذي أعملت حجامة إيش أعملت حجامة لا ما تعملت حجامة أعمل حجامة وهلا بعطيك أكثر من وصفة لزياد الحيوانات أو عدد الحيوانات المنوية لكن كل حالة إلها تفصيل كل حالة إلها تفصيل في ضمور بالخصيتين في مشاكل في التهابات فبالتالي تستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى من وصفاتنا خذ واحد كيلو من العسل اشتري واحد كيلو من العسل من حبوب اللقاح حبوب اللقاح بتصنحها النحلة من حبوب اللقاح خذ قدر أربع ملاعق مطحونة مثل البودرة اخلطهم بكيلو من العسل وملعقة من القرفة وملعقة من الزنجبيل كلهم حركهم مع بعض وبسم الله يا الله يا شافي ملعقة صباحا وملعقة آخر النهار ورد علي كل يوم كل خسة اتناول أوراق الخس قدر خسة فيتامين إي هذا رائع جدا بإذن الله سبحانه وتعالى ويعمل حجامة أسفل الظهر اقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم الحجامة فوائدها جدا عظيمة أنا كتبت كتابي الحجامة أو فوائد الحجامة وهاتو الاتصال والسلام عليكم ويا حنان ويا يمن وعليكم السلام اتفضلي يا حنان وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا بكتور أنا يا حنان خبير الأعشاب حسن خليفة السيد وصل تسلب الجهات العصاب المتعددة تمام عند مين والوصلة الثانية العصاب الخامس ماشي السؤال الأول لمين كم العمر الوصلة الأولى الأمي عمرها خمتين زنة طيب أنت باليمن ليش ما رحتي على واحد شاطر عنده مزرعة نحل واتقرصت بالنحل تقريس النحل أو لذغ النحل على المفاصل هذا ما شاء الله عليه لذغ النحل موجود بالسعودية وموجود بالإمارات وموجود باليمن وهاتو إيناس من ليبيا قاله سلام عليكم يا إيناس شن حالك يا إيناس سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك أستاذ خبير الأحساب الله يسلمك يا إيناس والنا نتشكرك على هذا البرنامج اللي بتشويه لأنه نتضرب طالب الصبر عشان نحضر هذا البرنامج الأكثر مرافع الله يخليك يا رب الله سبحانه وتعالى يقدرنا وألو وهاتو محمود من السعودية أبو محمود سلام عليكم يا جسور أنا خبير الأعشاب يا أبو محمود السلام عليكم يا أستاذ حسن يالله يرضى عليك الله يسلمك بالنسبة أنا عندي أدراب النوم يعني ما يجيني النوم إلا بالحبوب خذ زهرة البرتقال أو التلبينة اللي أوصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم دقيقة يا دكتور أنا عندي بسبب الانتفاق التلبينة للإكتئاب للوسواس القهري حتى لأطفال العصبيين بسبب من يوم جاني يا غازات وهذا خللون من يومه على طول جاني هذا الضربات النوم روح أنا فهمك روح ابحث عن التلبينة اللي أوصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمملكة العربية السعودية موجودة عند العطارين اللي هي دقيقة الشعير تخلط ويا اللبن وتحلى بالعسل بتنام نوم هادي والله ما حدا يسمعش خيرك حتى مرتك فبالتالي مفرحة حتى أوصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مفرحة للفؤاد مجملة القلب للعنفوانيين للعصبيين للي عندهم القلون وللي عندهم القلون العصبي حتى بتعطي صحة وبتعطي طاقة بإذن الله سبحانه وتعالى وآخر النهار مهدئة شربة الدجاج آخر النهار من المهدئات شرب اللبن آخر النهار من المهدئات تناول سنوبر آخر النهار من المهدئات وهاتو الاتصال ويا سعاد ويا جزائر وهاتوا غيرها يلا إذن التلبينة التلبينة راح أتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى بحلقات قادمة فوائدها بتفيدنا بإذن الله سبحانه وتعالى حتى للأطفال حتى للحوامل حتى للمرضعات ما في ضرر منها لأنها هذه معروفة بإذن الله سبحانه وتعالى أما نعود لعشبة اليوم أو نبتة اليوم الكركم فوائدها للعظام وللمفاصل آلام المفاصل آلام الروماتزم والروماتين حتى التصلب اللويحي فوائدها جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى حتى النساء اليوم بتستخدمها حتى لمشاكل تصبغات الوجه بتخلطها ويا الفازالين أو ويا زيت الزيتون وبتدلك المنطقة اللي فيها الكلف خصوصا الكلف اللي ما بعد الولادة لمدة أربعين يوم تحكي لو باي ما في كلف إذن حتى للأكزمة بنخلطها ويا الفازالين بنستفيد منها حتى لو كان في جروح ونشفان بالإيدين وحتى بالأكواع حتى للفطريات الما بين الأصابع فوائدها جدا عظيمة إذن الكركم ويا الفازالين أو ويا زيت الزيتون أو ويا زيت الزيتون والفازالين والكركم مطحون فبالتالي بنستفيد من خصائصه بإذن الله سبحانه وتعالى ورحين نعود إن شاء الله نعطيكم أكثر من وصفه وبتمنى أنه يكون فيه ورقة وقلم خصوصا لمشاكل البشرة وأيضا لمشاكل الشعر إذن رحين نطلع فاصل قصير ونعود بإذن الله سبحانه وتعالى فاصل وراجعين نواصل فاصل قصير عدنا من جديد بعد هذا الفاصل القصير معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين على الهواء مباشرة تعاد هذا الحلقة غدا بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الظهر وأيضا يوم الجمعة حتى يتعمل فائدة على الجميع اللي بحب كمان يسألني خارج البرنامج موقعي من خلال الفيسبوك خبير الأعشاب حسن خليفة إذن موقعي من خلال الفيسبوك خبير الأعشاب حسن خليفة خصوصا اللي بدهم ياخذوا كريماتي أو منتجاتي طبعا أنا إلي منتجات مرخصة من المؤسسة العامة الغذاء والدواء ومعروفة بكل العالم كريمات التنحيف والصوابين والزيوث الطبيعية والشامبوهات الطبيعية إذن اليوم تكلمنا عن فوائد الكركم فوائده جدا عظيمة لكن ما كان عندي هالمجال اللي أنا أبحر وأتعمق بفوائده لكن يمنع تناول الكركم على المرضى اللي بيتناولوا الإسبيرين أو مميعات الدم ويمنع على الأطفال دون العشر سنوات ويمنع على النساء الحوامل يمنع وعلى المرضعات فبالتالي دائما بحكي فوائد الأعشاب وبحكي أضرر الأعشاب برنامجنا كان يا مكان ما بيغنينا عن زيارة الطبيب ولا بنهمش دور الطبيب وهاته الاتصال والسلام عليكم ويا أم رغد كيفك يا خبير الأعشاب؟ تمام يا ستي أنا عندي مشكلتين يا دكتور وحدة أنا وحدة بنتي ممكن أقولها؟ خذي وحدة بس لأنه عنا ضغط اتصالات يلا يا ستي يا دكتور أنا عندي محاق ينزل مع البراجة الله يعزك وحيانا ينزل مع البول وسويت لي تحاليل كبيرة ويقولون سليمة ما عندك شيء وانا ما زال معه وعندي اضطربات في المعدة يعني جاء أكلت يجيني انتفاخه وتجشي كبيره هذا السؤال الأول السؤال الأول السؤال الأول واشربي وراها القليل من الماء ولا تفطري بعديها بساعة وآخر النهار بعد العشاء بتلس ساعات خذي ملعقة منه وان شاء الله انه بتستفيدي شو في خزان المي فوق نضيف ولا مو نضيف والمي اللي بتشربيها نضيفه ولا ما نضيفه لا والله نضيفه يا دكتور ما أنا متأكد انها ما هي نضيفة يعني لخفت منها صراحة ان فيه شيء اسمع وسوي دايما انت حاليل يعطون مضادات حيوية بس ما ما هو ما بعطيك الدكتور مضاد حيوي إلا لما يكون عندك شاء فبالتالي اطلع على فوق السطح اتفقدوا خزان المي كلكم اليوم أو بكرة اطلعوا فوق خزان فوق السطح اتفقدوا خزان المي اللي بتاكلوا منه وبتشطفوا منه وبتتمرض مضوا منه وبتتغرغروا منه يا جماعة وبتجلوا حتى جليكم منه بلاش يكون فيه أوساخ فبالتالي بتنزل على جهازنا الهضمي الهضني وبمتصها الجسم فبالتالي انتبهوا لخزان المي إذا انتبهنا للي بنشربه للي بناكله احنا خلصنا من كل المشاكل لما نشتري الفواكه والخضروات شوية خل تفاح طبيعي فيه طشط ونغسل هالخضروات بعدين نحطها بالثلاجة أو قبل الاستخدام هذا موعيب الكلام مين فيكم بيعملها ما احنا شايفين بتاخذوا حبة التفاح بتاكلوها وبتفتحوا الموزة وبتاكلوها وحبة البندورة ما بتغسلوهاش ومنين بدو يجينا المرض ما قلنا لكم عجايز زمان ما قلنا لكم كان يا مكان كانوا نظفوا الناس حتى كانوا بالفطرة ما كانت التكنولوجيا اللي عندهم لكن والله كانوا نظاف وهاتوا الاتصال ألو أحمد من المملكة الأردنية الهاشمية السلام عليكم سيدي وعليكم السلام يا سيدي الله يعطيك ألفاء والله ينوير شيئا في سيدي بوجودك والله أنا سيدي معايي نقرز ونقرز هاتكم ما يستطيعيني عن رقبة عن رقبة اليمين كنتو خرج لي ما نقرز هاته طيب منعوك من شربة العدس واللحمة منعوك نعم سيدي منعوك أنت اسمك عبدالله لا اسم أحمد السبعاوي نعم أحمد السبعاوي أحمد السبعاوي أنا كأني بسمعك على التلفزيونات يا أحمد أحمد السبعاوي أنا أه سبعاوي أه أحمد طيب أحمد أحمد عندك انتفاخ في أصبع رجلك الكبير يا أخوي روح على أي بتاع خذرة اشتري الكرافس وروح ادعيلي كل الكرافس كل يوم وخد تفاح حتى التفاح الذابلان اشتري ما تشتري النخب الأول حطه بالخلاط انت قطعه وحطه بالخلاط واشرب عصير تفاح أكثر من مرة باليوم وكثر من تناول الفجل وروح ادعيلي أما الكرافس واحدة بواحدة بإذن الله سبحانه وتعالى وشكرا لاتصالك وتواصلك معنا يا سبعاوي وهاته الاتصال ويا فاطمة والمملكة العربية السعودية أيو معك وأنا معك يا خيتو أيو يا خبير الله شعب لو سمحت أنا عني من اكتئاب يعني وهداع وأنا مفعيوني وأنا مفعيوني أحياني عندك إيش؟ اكتئاب اكتئاب ولا التهاب أفهموا لي كيف؟ التهاب ولا اكتئاب؟ اكتئاب اكتئاب نعم شكرا لاتصالك وتواصلك معنا وتسمعينا من خلال جهاز التلفزيون الرسول صلى الله عليه وسلم شوفوا انتو بتفكروا حالكم الرجال يعني الرجال احنا نصنا مو رجال الرجال كانوا لما يطلعوا على الحرب وكان السيف والرمح يتلقاه مو مثلنا اليوم تتخبوا من الرصاصة والمدفع فكان فيه ناس ما شاء الله بدها تجاهد وبدها تخوذ الحروب إن كان من المسلمين وكان من الكفار والمعارك اللي كانت عند العرب فكان فيهم ناس عندهم جبن ما يطلع ولا يخاف طبعا هذا إنسان فبالتالي أيامها أوصل رسول صلى الله عليه وسلم بالتلبينة التلبينة موجودة حتى عند العطارين وبالمملكة الأردنية لها جميع أيضا في منها عند العطارين وفي بعض الصيدليات لأنه مرخصة بناخذها و بنستفيد منها للإكتئاب والوسواس والوسواس القهري حتى لجلب النوم حتى للقلون حتى للقلون العصبي حتى للعظام حتى للعظام مفيدة بإذن الله سبحانه تعالى شم الزعفران مفيدة بإذن الله سبحانه تعالى للوسواس والوسواس القهري واللي عندهم الاكتئاب اليانسون يحلى بالعسل مغلي اليانسون أو منقوع اليانسون مع البابونج بالتساوي يصب عليها الماء الدافئ تحلى بالعسل بدون عسل ما بتزبط في هذه الحالة لازم أنه ناخذ العسل بنستفيد أزهار البرتقال أزهار البرتقال جالب للنوم وشمها أيضا مفيد شم الريحان يا سلام شموا الريحان نبتة الريحان موجودة حطوها على باب البيوت موجودة عند البيع الزهور والورود وما أشبه حطوها بالتالي بتريحكم حتى بتطلد البعود والذباب وما أشبه بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى دلكي جسمك بزيت الزيتون وزيت الحب السوداء وهاتو الاتصال يا أم على المملكة الأردنية الهاشمية سلام عليكم عليكم مم دكتور يا هلا قدي له سمحت أسن عيدة سؤالك وراح الاتصال إذن للوسواس والاكتئاب يخوان الآن في السفرجل موجود السفرجل للي عندهم وسواس وعندهم خوف ودقات قلب زايدة لما يخاف حتى لما يضرب تليفونه أو حدا يدق عليه على الباب يتلقوه خاف واصفر وجهه السفرجل والتلبينة ومن الأعشاب المليسة اللي من أسماءها الترنجان أو حشيشة النحل منقوحة وهاتو الاتصال وقالوا سلام عليكم ويا وفاء السلام عليكم يعطيك العافية يعافيك يا وفاء أنا كنت بدي أسألك أنا صرت جديد أداوم فصار في عندي سواد تحت عيني زي الكلف حاولت حكولي استخدمي النشا مع النشا والبازلين بس ما زبط ما بزبط ما بزبط نشا وماء الورد وار السواد تحت العين زي الكلف بالزبط بدك تستخدمي اسماعي اسماعي بدك تستخدمي النشا مع ماء الورد وعصرة صغيرة من الليم وانت خلطيهم وتضعي على هذه المنطقة اللي هي السواد تحت العيون ما يكون انتفاخ الانتفاخ بده عصير البطاطا البطاطا ما بتنعصر لكن بناخد حبة البطاطا بنقطعها بنحطها بالخلاط وبنضيف عليها فنجان من المي وبنشغل النخلاط وبنحطها بين شاشتين وبنحطها على العيون بتروح الانتفاخ بإذن الله سبحانه وتعالى خذي الأوميغا ثري مكمل غذائي الأوميغا ثري كابسولة زيت السمك هذه يا أخوان للنظر بتمنع الاسودات تحت العيون بتريح الوجه تعطي إنارة للوجه وشكرا لاتصالك وتواصلك معنا واسمعوا لي شوفوا هالوصفة ما أحلاها مين فيكو بدوا عيونه وتحت عيونه ووجهه يظل ما شاء الله رومانسي استخدموا الشوكولاتة اللي بتطعموها لأولادكم شوكولاتة خذوا من الشوكولاتة وعملوها قناع على الوجه وبعد ربع ساعة روح يغسله وجهك أو غسل وجهك بدل من أنت قاعد جم مرتك ومعبس بوم بدل مرتك ما تعملها وماله أنت ليش ما تعملها الشوكولاتة شوكولاتة على وجهك دلكها عشر دقائق وروح على المغسلة وشوف وجهك بدل الشوكولاتة يعطيك روح ونظارة ورومانسية وبيمنع التجاعد بإذن الله سبحانه وتعالى وبتستفيد من الخصائص للشوكولاتة وهاته الاتصال ويا أحمد ويا مملكة عربية سعودية السلام عليكم كيف حابك الله سلمك يرضى عليك ستقل أمرك أنا عندي تهريل الشيء المنوي في عدم ودود حيواتنا ويني نهائيا نهائيا وقال الدكتور لابد أن أتصال أنا ديب وصوالي للعملية العين من الخصائص موجودة حاجة منوية بس مخرجنا الكريم في سؤال بدي أسألك إياه ما أريد أن أسأله أمام الناس له مشاكل الخصيتين أظن أنه عندك خلل فيهم فخذ تليفوني من أخونا المخرج أعطي تليفوني هو معك على الهوى وإن شاء الله أساعدك لوجه الله ترى أنا ما أبعد خلطات أساعدك لوجه الله إذن من الوصفات اليوم للتنحيف في فصل الشتاء عصير الليمون نعتاد على عصير الليمون ومش بنحفكم بخلي فيه إشراقة للوجه وجهك ما شاء الله مثل الليمون يصير خصوصا للي عندهم إسوداد بالبشرة وحتى اللي بزيد بننظف فيه الوجه وتحت الأبط والمناطق الحساسة والأكواع ولا حياءة بالعلم حتى قشر الليمون ما نرميه قشر البيض ما نرميه جهزوا لنيالة الحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى منقوع الزنجبيل حارق للدهون خصوصا الأفخاد والمناطق الأرداف لا حياءة بالعلم ما في حياء بالعلم فبالتالي بنستفيد من هذه الوصفات أيضا خلي التفاح الطبيعي بعد كل وجبة دسمه ملعقة من خلي التفاح على كوب من الماء مرتين باليوم واللي بدها جسمها رومانسي تتعشى تقول لك والله أنا وزني صار بالتسعين ومية وتريد تبكي منيش تقول لك أنا والله ما أتعشى شو؟ طبعا أنت قاعد يزيد وزنك الدورة الدموية ما بتنزل للجهاز الهضمي فبالتالي تعشي سلطة الملفوف تعشي اللبن تعشي على تفاحة خضرة على تفاحة حمرة على تفاحة أي نوع من أنواع التفاح سلطة لخيار ويا البندورة الخفيف من الخبز وبتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى وهاته الاتصال ويا أم سالم المملكة العربية السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت أنا اشتكي من من تبوع انتهاب المسالك البولية أرقان في البول في أملاح وخطة مضاد بس أبغى يعني هي أملاح هذه خلي زوجك يروح يشتري لك شعر الذرة من اللي بيعوا خضرة الآن الذرة موجودة عليها ورق أخضر جواها شعر اسمه شواش الذرة خذي قدر حفنتين واغليهم بلتر من الماء لما يسيروا نصف لتر اشربي نصف لتر من منقوحها ابتستفيدي كثري من تناول منقوع البقدونس منقوع البقدونس أو ماء الشعير يا أم بقدونس يا أم ماء الشعير حتى إذا كانت فيه التهابات نسائية ما فيه مشكلة لوع منها ما اختص يخيته من البابونج والورد البابونج وأوراق الورد موجودة عند العطارين إن شاء الله إنها بتفيدك انتبهي لغسيلك انتبهي للغسيل خصوصا لحياة بالعلم الملابس الداخلية للنساء والرجال تكون غسيلها لوحدها وتنغسل كويس يعني تتشطف كويس وتتعرض للشمس فيه مشاكل الآن بالملابس في فصل الشتاء أمراض كثيرة بتصيبنا وبالصيب جلدنا إذا ما عرضنا الملابس للشمس أكثر النساء اليوم عندها غسالة أوتوماتيك وناتشابة وهاتوا الاتصال وتفهموني وأحمد ويا عراق وعليكم وعليكم السلام يا أحمد أستاذ العزيز الله يسلمك يا رب أستاذ العزيز أنا لدي الكامل كبد الفيروس الأوعبي خذ من الكركم كركم حطه بكابسول واتكل على الله سبحانه وتعالى الكركم كابسول الكركم أو الكركم ويا الحليب الكركم فوائده جدا عظيمة وإقرأ عن فوائده وأنا كتبت عنه في كتابي جنة الأعشاب وفي كتابي الحواج وفي كتابي علاج العليل بالطب البديل وكتابي أنت والأعشاب من خلاصة تذكر الداود خذ من الكركم واتكل على الله سبحانه وتعالى والتزم مع طبيبك إن شاء الله إنك بتستفيد أما الوصفات اللي انطلبت منها بهذه الثلاث أربع حلقات اللي هي للقلون الناس كلها أو أكثر الناس عندهم القلون والقلون العصبي والغزات وأصوات في البطن فبالتالي بنستفيد من هذه الوصفات اللي هو بنحضر من النعناع الناشف قدر شوفوا القدر قدر 100 جرام من النعناع الناشف وبناخد من الينسون قدر 100 جرام ومن البردقوش قدر 100 جرام ومن عشبة أو أوراق المليسة 100 جرام وملعقتين من الزنجبيل كلهم بنخلطهم مع بعض بناخد منهم ملعقة وصب عليها الماء الساخن تترك ربع ساعة يشرب فقط المنقوع مرتين باليوم إن شاء الله إنه بنستفيد وأيضا العسل بالزنجبيل أو العسل بالقرفة بناخد ملعقة من العسل والقليل من القرفة بنخلطهم بنضحها على السرة وبنضع لاسقة بنستمر عليها 40 يوم بتخلصنا من الكثير من المشاكل والأعراض اللي موجودة عندكم وهاتو الاتصال ويا أبو محمد ويا جزاير السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالي؟ دكتور أنا خبير الأعشاب حسن خليفة الدكتور وراح الاتصال راح الاتصال أعطونا اتصال ثاني إذن وصفاتنا اليوم أنا آسف لقطعات اتصال قلت لك أنا خبير أعشاب تقول لي دكتور خبير أعشاب دكتور لا أنا خبير أعشاب الدكتور تشوفوهم على هالقناة ما شاء الله عليهم مشهورين ومعروفين أطبانا ليطلعوا على هذه القناة وأنا صرت أتابحهم كمان وبتعلم ولازلت أنا أتعلم أما لتفتيح المناطق الحساسة هذه من الناس اللي طلبوها من خلال موقعي أو من خلال موقع على الفيسبوك اللي هي تفتيح المناطق الحساسة لا حياءة بالعلم بنحضر فنجان من النشا فنجان من النشا وبنحضر فنجان من ماء الورد ماء الورد ولا أروع منه حتى لتنظيف الميك أب حتى الصبح حتنظف في وجهك في قطنة قطنة مو محرمة المحرمة بتجرح فبالتالي فنجان من ماء الورد بنحضر فنجان من زيت الزيتون وبنحضر فنجان من حليب بودرة الأطفال بودرة الأطفال وأيضا آسف الحليب البودرة وأيضا بناخذ من بودرة الأطفال قدر ملعقة واحدة من بودرة الأطفال قدر ملعقة واحدة وبنحصر عليها ليمونة كاملة ليمونة كاملة كلياتها بنخلطها لما تتجانس وتصير مثل الكريم بندلك تحت الأبط المناطق الحساسة وين فيه إسوداد بنتركها وإن شاء الله بنشطف وجهنا بماء فاتر وبنستخدم صابونة الكركم أو صابونة الأرقان أو صابونة زيت الزيتون أو صابونة البابونج هذولا رائعات جدا للبشرة ونستفيد منهم بإذن الله سبحانه وتعالى ومن فوائدهم إذا كانوا هم صحيحات فبالتالي بنستفيد أما لعدم ظهور الشعر الغير مرغوب فيه إذا ما كان عندنا مشكلة بالهرمونات هذه مشكلة السبب الأكل والسبب الهرمونات والحالة النفسية واللي بيستخدموا النساء الحلاقة هذا خطأ تعرفوا الطريقة الاعتيادية للنساء لا حياءة بالعلم فبالتالي بنستخدم زيت اسمه زيت السعد زيت السعد فأنا مثلكم عندي تلفزيون وأقلب بهالريموت بهالليل أشوف على هالمحطات اللي تطلع دعاية له لهالزيوت فبقولك زيت النمل حطي ولا شعره حلسة ملسة بسياري مثل الإجزاز ولا يطلع لك ولا شعره مين أنت يا أخوي؟ النمل ما إلو زيت لنطلع حتى لو لمينا لنمل الأردن كله ونطلع منه زيت ما يطلع منه زيت النمل يا أخوان فبقولك زيت النمل لعدم نمو الشعر خدي ماء الترمس اتحممي فيه بعد النزع بخفف في التدريج ما بصير عندك شعر أسود بطلع شعر زغب أشجر أو ماء الكركم درنت الكركم اغليها أو كسريها واغليها بلتر ونصف من الماء بعد النزع دلك فيها بخف عليك أو درنت السعد أو زيت السعد مثل زيت الحية اللي مطلعين النية الله أكبر هي الحية بتطلع زيت من وين الحية بتطلع زيت لمونا هالأفاعي والحياية الكوبرى وغيره وغيراته خلينا نعصرهم منطلع من ذنبهم ولا من رأسهم زيت مستحيل هذي كانوا الهنود زمان نجحوا بتركيبة زيوت حطوا عليها صورة الحية على الغلاف الخارجي هالنسوان منتو عارفين والله استخدمت هالزيت شعر طول وصار زي الهنديات هذا الزيت نافع لبعض دول العربية مو كلها لليبنانية ما بيزبط والله هذا بده أهل السودان أهل مصر اللي شعرهم كثير اذخين ولله الهنود ما ينفع لأنه ما ينفع فبالتالي إحنا بنستفيد من زيوتنا ولا ليطلع لكو عالتلفزيون يقول لك أنا إذا أنت أصلع خلال شهرين أنا أطلع لك الشعر مين أنت يا راجل بدك تزرع رأسه حشيش ولا تزرع له رأسه شعر الزيوت بتساعد على عدم تساقط الشعر إذا في زغب إذا في عندك حالة نفسية إذا عندك سوء بالتغذية إذا عندك تتناول الأدوية هذه يا أخوان أو العوامل الوراثة مثلا والنساء الحمل وما الحمل ما فيه إشي بيطلع أنا علامة بالزيوت والزيوت مشهورة في كل العالم مرخصة حتى موجودة في أمريكا لكن أنا أحلف بالله ما تطلع لأصلاح شعر لأصلاح خلص صلاحة عليك يا أخوي سلامتك ما تطلع إذا خلينا الشيء اللي يدخل بالمخ نازلين بالإعلانات تكبير وتصغير هذا كله كلام بارغ ارضب اللي الله سبحانه وتعالى كتبوا إليك بالشيء اللي الله سبحانه وتعالى كتبوا إليك أما لجمال البشرة بناخذ من البطاطا المهروسة ويا اللبن وعمليها ماسك وبعد ربع ساعة قوم يقوليله امسك بشرتي وشوف شو عملت فيها نظارة وغيدة بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا الزبدة بإمكاننا الزبدة حتى الموجودة بالبيت إذا عنا تجاعد ومنطقة خشنة هون وناشفة بإمكاننا ندلك من الزبدة ونستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى أما لتسمين الخدود بإمكاننا نضع القليل من الحمص الحمص مسمن حتى للأطفال حتى صحة وعافية اللي هو تناول الحمص لا حياء بالعلم بإمكانه نعمله على الخدود أو نستخدم وصفة زيت الحلبة وزيت السمسم زيت الحلبة وزيت السمسم لتنفيخ الخدود بإذن الله سبحانه وتعالى أما الهالات السوداء اللي تحت العيون بإمكاننا ناخد قناع لخيار بس الخيارة لما نقطعها بصير مدورة كيف ننحطها هيك؟ ما تزبط ما تدخل لجوه فإحنا بناخد الخيارة كاملة بنقطعها وبنحطها بالخلاط وبنصب عليها فنجان من الماء وتوضع بين شاشتين وتوضع على العيون وروحوا هذا كان يا مكان كنت معاكم خبير الأعشاب والتجميل الإعلامي الكاتب والباحث بالأعشاب عضو اتحاد الكتاب والأدباء سلام الله عليكم وروحوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة